مصرف الرافدين يطلق استمارة إلكترونية لتسجيل في منصة الحصول على الدولار للراغبين بذلك من المسافرين يتزامن هذا مع إعلان مصرف الرشيد إكمال إجراءات إطلاق منصته أيضا خطوة تأتي ضمن خطة البنك المركزي العراقي الرامية إلى توسيع منافذ بيع العملة الأجنبية للفئات المشمولة وجود دولار لدى المسافر وعدم أنفاقه في الدول التي يذهب إليها هذا المسافر عليه أن يعود بهذه العملة الصعبة إلى المصرف الذي قام بإعطاء هذا الدولار ولا يقوم ببيعه في السوق الموازي من أجل تلافي مهمة ظهور هذا الدولار في الدول المعاقبة لأن أي دولار يخصص لأغراض المسافرين ويذهب إلى السوق الموازي يفترض أن يتم محاسبة من الذي حصل على هذا الدولار ولم يقوم بأنفاقه لأغراض السفر سلسلة من الإجراءات والخطط المتواصلة يتخذها البنك المركزي لمنع التلاعب بالدولار وسدي ثغرات تهريبه وبيعه في السوق الموازية عن طريق استغلال جوازات السفر وبطاقات الدفع الإلكتروني وغيرها كل ما كان هناك تحديث للمضاربين لخططهم باستغلال منافذ بيع الدولار كل ما كان هناك حركة استباقية من قبل البنك المركزي واجهزة انفاذ القانون للذهاب إلى مواجهة مثل هذا الموضوع تنظيم عملية بيع الدولار نقدا عبر فروع المصارف وشركات الصرافة المجازة للاستخدامات المحددة يهدف وفق المؤسسات المعنية للحفاظ على استقرار حركة الأموال داخل سوق العملة سواء للدولار أم للدينار واسع ريصر فيها سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد